موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نصرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون استهلها بالعنوين موسيقى نواب الجمعية الوطنية بموريتانيا يصوتون بأغلبية على مشروع القانون المعدل لدستوري واحد وتسعين تعمائة والف موسيقى مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مشروع قانون يحدد سير عمل وتشكلة لجنة الوطنية لحقوق الإنسان المبعوذ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمطيقة الساحل وغرب إفريقيا يجري مباحة ذاتب وشوط مع مؤسسة المعارضة موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة صوت نواب الجمعية الوطنية في موريتانيا بأغلبية ساحقة على مشروع القانون المعدل لدستوري واحد وتسعين تعمائة والف وحسب نتائج المعلن عنها فقد صوت واحد وعشر ومئة تنائب على مشروع القانون فيما عارضه تسعة عشر نائبا تفاصيل فنتابعها في سياق تقرير التالي البرلمان الموريتاني يصويت بأغلبية ساحقة على مشروع القانون المعدل للدستور بعد نقاشات مستفيدة دافع فيها البعض عن التعديل ودعا لتصويت لصالحه ونفح البعض الآخر عن عدم تمرير الدستور لاعتبارات مختلفة فجاءت نتائج التصويت على النحو التالي عدد المستويتين مية واحد واربعين عدد الصوات اللاغية صفر عدد الصوات المعبير عنها مية واحد واربعين عدد المستويتين بنعم مية واحد وعشرين عدد المستويتين بلا الساعة عشر عدد الممتنعين عن التصويت صوت واحد انتهى الجدل بشأن موضوع الدستور داخل قبة الجمعية الوطنية بعد أن حسمت الأمر لصالح التعديل فيما ينتظر تصويت مجلس الشيوخ الذي ينص مشروع التعديل الجديد على إلغائه وإحلال مجالس جهوية محلة وكانت المعارضة الموريتانية قد احتجت قبل أيام رفضا للتعديل الدستوري وأكدت في مؤتمر صحفي عقدته يوما قبل تصويت الجمعية الوطنية لصالح التعديل رفضها المساس بالعلم الوطني ومنح الأولوية لما تسميه معاناة الشعب الموريتاني نعرف عن الشعب الموريتاني كامل والله أساس وبعد من ضد هؤلاء الجراءات والله هؤلاء التعديلات الدستورية لمباكم عام وخاصة قضية العلم الناس ما تبقي العلم يقير وعالمنا طبينا لهزين ولا نبقى يحرف بألوان جديدة ولم تحسم الحكومة الموريتانية بعد آلية تعديل الدستور الذي ينص على أن يتم تعديله بإحدى طريقتين عبر الاستفتاء الشعبي أو المؤتمر البرلماني وهي الآلية التي يمنح لرئيس الجمهورية تحديدها والإعلان عنها بعد إجازة مشروع التعديل من طرف غرفتي البرلمان قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين الشيخ إن المعارضة طلبت ترخيص لاحتجاز نماما للبرلمان في السابع من شهر فبراير المصرم وليس في شهر مارس وإنها طالبت بالترخيص لوقفة في حين أنها نظمت مهرجانا مضيفا أن السلطات لم ترخيص للمهرجان وإنما استلمات الطلب هم طالبين عنهم يرخيص لهم لا يعد الوقفة أمام البرلمان في تاريخ 7-2-2017 معناته فبراير ونهار فبراير ونهار فبراير ونهار فبراير ونهار في شهر مارس هذا الدور تخلص لكم في الوقفة معناته هم عدلوا وقفات وراء هذا التاريخ يوسم الوقفات في السوق وفي كل بلد الثاني أن أعلن مولي ذات طلبه خلق الوقفة وذل اللي خلق فم واللي فرقت الشرطة هو مهرجان لأنه انجابت له منصة ومكبرات الصوت وخلق تعاقب للخطبة عليه وبالتالي فرق بينه لأنه فم مسيرة وفم مهرجان وفم وقفة وذا الطلب أخلق الوقفة وليس المهرجان طبعاً هو حتى الطلب هون مدشرشي ما هو هذا اللي طلب هذا اللي لاندي مدشرشها الحاكم موضى دي سرجها السكرنتير موضى قضي لا مدشرش يوتوف ما هو وهو كيف قلت لكم وعلى أنه الوقفة مكجولنها بتاريخ سبعة في الشرطة الورق هذه عندي ووقفة وذالي يخلق ما هو وقفة ذالي يخلق مهرجان وفرق بين المهرجان وبين الوقفة وبين المسيرة ثانياً هم اللي ما ورخص والله استلم وتوف هذه كانت خلق ترخيص وتهموا لشيخ بعض شباب المعارضين الذين قال إنهم كانوا يسعون للقيام بفوضى ومشاغبة بقمع محتج المعارضة مضيفاً أن المحتجين كانت لديهم لافتات تدعو لاقتحام البرلمان بل إننا نبغوها دائماً تظاهر وتستغل هذه الحرية وهي تعرفونها لها فترة قاس السوق ودخل ياسر من الأكواخ وياسر من الأسواق وكل بلايدة داخلوها وتكلموا وحتى القمع اللي ادعى البعض هو اللي حاصل انفهم الشباب أنا عرف 25 فبراير والله يوناير والله المهم ذل اللي دائماً يعودوا معهم يبدونهم كانوا ماشين مع الجماعة اللي هامهم يعدلوا المهرجان وكانوا فعلاً عندهم حجار والله اللي عنهما كانوا متخمين يعدلوا فوضى والله الشغبوا عقبوا عدلوه على قومهم ولذلك نحن ما نسفين يعلن هذه الدمغة هل لا نتيجة الحجرة وانتم تعرفوا الشرطة قاعة أصلاً ما يزارق بالحجار الشرطة لا عندهم المسجل للدموع وقرنات هذا اللي هو يبطوا بهم غير ما يدمغ اللي يدمغ لها الحجار ولكن نحن ظاهر أنه فعلاً اعلن الفوضى والله الشغب كان لا يعدلهم وعندهم ملافتات كاتبين فيها النقطة حامر برلمان ويقتح من برلمان ظاهر أن هذه الفوضى كانت لا يعدل في برلمان وعندهم على قومهم وبالتالي الشرطة قاعدة معهم هو اللي هو اللي وعيتنا نحن في المشجل وهو اللي ظاهر أن نقل فيه صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعي الخميس على مشروع قانون يحدد سير عامل وتشكلة اللجنة الوطنية لحقوق اللسان وقالت الأمينة العامة للحكومة زينبو متع لسان بخلال مؤتمر صحافي لتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إن اللجنة عرفت تطورا على المستويين القانوني والهيكلي حيث تمت دسترة عام 2012 قدمت اليوم لمجلس الوزراء بمشروع قانون نظامي يحدد سير عمل وتنظيم وتشكلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعروف أن حرصا من موريتانيا على مواكبة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان هذه اللجنة البطنية الحقوق الإنسان في صميم اهتمامته ومعروف أنها تطورت على المستوى القانوني والهيكلي من أنها كان وعدلت بأمر قانون إن أرضه الناس وعدلت بقانون تشريعي وفي سنة 2012 خلال مراجعة دستورة دستورة 1921 اللي راجع عشرين مارس 2012 تم الدستورة هذه اللجنة كما تعلمون وكانت همناك أحكام إلزامية من المادة 97 من هذا القانون تنص على تسير اللجنة وتشكيلته وتنظيمها أن نعود بقانون نظامي إن الواء أورغانيك نظم تجمع العام لأمن الطرق في نواكشوت حملة لتبرع بدم لصالح المصابين في حوادث السير بموريتانيا وأشهد مدير المركز الوطني لنقل دم بهذه المبادرة دعية باقي الغطاعات والمؤسسات لتبرع بدم من أجل إنقاذ أرواح منهم بحاجة إلى دم في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بموريتانيا نشكر قيادة تجمع الطرق على هذه المبادرة القيمة التي تذكر وهي عبارة عن تبرع أفراد هذا المجمع تبرع بدم لصالح مواطنين مصابين في حوادث السير ويهدف هذا النشاط إلى أولا تحسيس بهمية الحفاظ على قواعد السير واحترام إشارات المرور واحترام صنصين تردي ويقلوا حوادث السير من النشاط التحسيس من أجلها يقلوا حوادث السير وكذلك يتبرعوا بالدم من أجل المواطنين الذين قد يحتاجوا الدم في حوادث السير وشاكرين وسائل الإعلام على هذه التقطية التي ستساهم في التحسيس من أجل انخفاض حوادث السير في بلادنا عقدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا لقاء مع المبعوذ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمطيقة ساحل وغرب إفريقيا محمد بن شامباس وتطرق اللقاء وفق الأمين العام لمؤسسة المعارضة لتذمين الجهود الأمنية في موريتانيا والتأكيد على تعزيز كما بحث اللقاء موضوع الحكامة الرشيدة والديمقراطية هذا زيارة العدل لأبعوذ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كان يختار يطلع على مجيب تهم الموريتاني وطبعا للسلطات الموريتانية من ناحية ويثمنوا فيها الجهود الأمنية اللي دولتنا أضوه فهذا وتجمع دول الساحل ومهتمين بالجانب الأمني ويختار ويأكدوا التعزيز والدور القائم بي بلدنا كما الصالح من ناحية أخرى ثانية يتطرق على ناحية الحكامة الرشيدة ودور الأمم المتحدة فيها ودور تطويت ديمقراطية هذا هو الجانب فعلا اللي كان عنده اهتمام به في المؤسسة المعارضة واللي يسمع وجهة نظر حول أهمية الديمقراطية وأهمية الحكامة الرشيدة وكذلك همية الأمن بالنسبة لدولتنا اللي راجعين إن شاء الله أنه يتعزز أطلق مدونون بغينيا كونكري موقعا إلكترونيا يرصدون من خلاله الوعود وتعهدات التي أطلق الرئيس الفا كوندي مذو وصوله للسلطة ووفق الإحصائيات التي نشر المدونون فإن كوندي وحكومتها قدم 415 وعدا مذو تسلم كوندي للسلطة لتابع تفاصيل في سياق التقرير تلي مدونون بغينيا كونكري يتعاقبون وعود رئيس البلاد الفا كوندي ويبدأون في العد التنازلي لمأموريته التي تبقت منها ثلاث سنوات وتسعة أشهر وبضعة أيام المدونون أطلقوا موقعا لرصد وعود كوندي وحكومته منذ وصوله السلطة ووصلت تلك الوعود 415 وعدا 262 منها أطلقها الرئيس في مناسبات مختلفة ووفق الإحصائيات التي قدمها مدون كونكري فإن قطاع المياه والكهرباء يعتبر أكثر المجالات التي قدم فيها الرئيس وحكومته وعودا للمواطنين وصل عددها 36 تليها الثقافة والشباب والرياضة بمعدل 35 وعدا ثم التجارة والصناعة فيما يعتبر مجال حقوق الإنسان أقل المجالات التي قدمت فيها وعود من طرف ألفا حيث لم تتجاوز الستة ويحكم ألفا كوندي غينيا كوناكري منذ عام 2010 حيث فاز في الانتخابات الرئاسية آنذاك ثم أعيد انتخابه لمأمورية ثانية عام 2015 يصف كوندي بأنه أول رئيس ينتخب ديمقراطيا بغينيا كوناكري منذ استقلالها عن المستعمر الفرنسي عام 58 900 وألف صدر على كوندي حكم غيابي بالإعدام عام 70 900 وألف وأمضى أزيد من عقدين بالمنفى ثم حكم عليه عام 2000 بعد عودته للبلاد بالسجن خمس سنوات بتهمة المساسب الأمنة أمضى منها عاما واحدا وأطلق سراحه ينظر بعض الغينيين إلى كوندي باعتباره مخلص البلاد من الأحكام العسكرية ويصفونه بالمعارض التاريخية ويسعاه وجاهدا إلى الحفاظ على رصيد منذقة الشعب وتقديره أقال قبل أيام ثلاثة من وزراء حكومته بعد إضرابات شاملة أغلقت على إذرها المدارس على عموم التراب الوطنية لكن معارضة كوناكري والعديد من الشباب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ليست سواء مع الموالات في الموقف من كوندي الساعي إلى أن تكون له قدم في مجال الدبلوماسية الإفريقية من خلال وساطته في غامبيا وغينيا بيساو وحصوله قبل أسابع على ذقة قادة القارة الإفريقية لتولي الرئاسة الدورية للانتحاد الإفريقي إلى الشان الليبي حيث دع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إلى تخفيف من حدة توتر في منطقات الهلال النفطي الليبي معبرا عن استعداد الأمم المتحدة لإستضافة أي اتفاق شاملة أي آلية عفوا شاملة تجمع الأطراف الليبية المفوضة وتمثلية القادرة على حل هذه القضايا التي تعيق تنفيذ الاتفاق نتابع شجب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر تصعيد العسكري في منطقة الهلال النفطي مشيرا إلى أن تصعيد العسكري في المنطقة يعرض العملية السياسية للخطر ويهدد بنشوب نزاع أوسع نطاقا وقال كوبلر في بيان نشر على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأولوية العاجلة هي التخفيف واعتبر كوبلر أن العنف الذي وصفه بغير المقبول في منطقة الهلال النفطي يبين مرة أخرى ضرورة قيام جميع الأطراف بالانخراط بشكل جاد في العملية السياسية في إطال الاتفاق السياسي الليبي مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لاستضافة أي آلية شاملة تجمع أطراف ليبية مفوضة وتمثيلية قادرة على حل هذه القضايا التي تعيق تنفيذ الاتفاق من جانب آخر دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية إلى عقد اجتماع ربعي بمقر الجامعة من أجل دعم جهود السلام في ليبيا وتعزيز العملية السلمية ووقف التدهور الحاصر حاليا في الأوضاع بالشرق الليبي وأضاف الأمين العام أن الاجتماع المزمع عقده سيحضره كل من جاكايا كوكيتي ممثل الاتحاد ريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وفيما تدعو أطراف دولية للحلول السلمية تتدفق الأسلحة على منطقة الهلال النفطي للأطراف المختلفة المتنازعة التي تأخذ استعداداتها لجولات جديدة من الصراع قد تهدد المنطقة وتوقف مجددا الإنتاج النفطي مما سينعكس سربا على حياة السكان بمن فيهم أطراف الصراع نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها نواب الجمعية الوطنية بموريتانيا يصوتون بأغلبية على مشروع القانون المعدل للدستوري واحد وتسع دسعبائة والف مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مشروع قانون يحدث سير عمل وتشكيلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المبعوذ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا يجري مباحثات بالوغشوط مع مؤسسة المعارضة يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من أسراتي وبرابج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على شاشة ثانية ومجهز إخباري بحولها تحية لكم أينما كنتم السلام عليكم اشتركوا في القناة